إبادة جماعية جديدة قد تنتظر مسلمين روهينغا لكنها بوتيرة أبطأ وأقصى من سابقاتها فبعد فرارهم من مجازر الميليشيات البوذية والجيش البورمي يخيم شبح الموت جوعا على لاجئين روهينغا في الهند بسبب وباء كورونا وإجراءات السلطات الهندية ضدهم ليضيف مأساة جديدة على فصول معاناتهم المستمرة حضر التجوال المفروض في الهند بسبب الفيروس المستجد زاد من خطر موت لاجئي أركان بعد تعذر وصول المنظمات الإغاثية المتطوعة إليهم إذ يؤكد اللاجئون في مخيمات نيودلهي وإقليم جام وكشمير أن العثور على الطعام داخل المخيمات أصبح شبه مستحيل فضلا عن قيام الشرطة الهندية بتعنيف وضرب كل من يحاول الخروج من المخيم بحثا عن الطعام أو الدواء أو إدخاله إلى المخيمات التي تفتقر إلى أبسط مستزمات الحياة الطبيعية وفي خضم هذه المعاناة غير المنتهية ودون الاكتراث لمصير آلاف اللاجئين لديها أعلنت الحكومة الهندية المتهمة أساسا بارتكاب جرائم وحشية ضد مسلمها بتمديد فرض حالة الإغلاق في البلاد حتى الثالث من شهر آيار المقبل ضمن إجراءاتها بشأن الحد من تأثيرات فيروس كورونا ومع صمت العالم على الجرائم المرتكبة بحقهم قبل تفشي فيروس كورونا لا يتوقع مسلم أركان أن يلمس أي خطوات جدية من المجتمع الدولي يمكن أن تخفف من معاناتهم ليضيف عليهم الوباء الجديد والإجراءات الهندية أزمة جديدة تعزز من تصنيف الأمم المتحدة لهم بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم ترجمة نانسي قنقر